أنا أسناني من الأخلاخة وبعضها مكسر هل ممكن أعمل تركيبات سابتة؟ بصي حضرتك في حالات من الأخلاخة السنان ما بنقدرش نسبت عليها بل بالعكس بتلاقيها يعني لو سبتنا عليها هتسبب أمراض وهتسبب خراريج وهتسبب التهابات جمدة جدا في اللسم يعني أننا نعمل عليها كبري سابت يعني أو أسنان سابت فالحالات دي بنضطر أن نخلع الأسنان اللي هي الملأخلاخة دي أو المكسورة خالص أو اللي هي باقي فيها جزر ونعمل مكانها زراعة ودلوقتي احنا بنعمل على زراعة فول موث يعني الكل البق أو الفك كامل على مثلا أربع زرعات أو على ست زرعات ونركب كل الأسنان اللي هي كانت ملأخلاخة أو مكسورة أو وقعت يعني معايا حتى صور هنا الأسنان أشكالها يعني صعب قوي أنه هو يفكر يعمل أي حاجة سابتة أو تركيبات أو كلام ده كل حرام يعني لو عملناها عمرها الافتراضي ما بيكملش سنة وبتقع يعني بصي أسنان جدور السنان اللي قدام دي من الأخلاخة يعني ما أقدرش أعمل بريتج مثلا أو ما أقدرش أسبت بصي هنا حديث السنة طلع خالص من مكانها يا دوبا تلت الأخير بس هو اللي مسك في العض من الأخلاخة جدا التهابات حوالين الأسنان وبعضها ده الحل بتاع الحاجات الأسنان بالمنظر ده إن احنا نخلحها ونزرعها ألا متكلفة على الفاضي بالضبط أنا حرام إن أنا أعمل حاجة العيان يتكلف فيها فلوس قد كده ويتعذف فيها رايح جاي وبتقوص منظر الأسنان ده كل كلام ده صعب إن أنا أعمله تركيبات الأفضل إن هي تتشيل خالص الأفضل بنشيلها وبنتم الزراعة وبنتم الزراعة زي ما نشاهد في الأشعة كده عملنا مثلا في الفك العلوي ست زرعات في الفك السوفلي أربع زرعات ركبنا عليهم 12 سنة و10 سنة تحت فركبنا الفم كله فكرة أربع زرعات دي يا دكتور برضو مطمئنة جدا إن أنا مش هيبقى في جروحة بنسبة كبيرة قوي في الفم يعني في ناس بتبقى خايفة تقول ده كل سنة هعمل لها زرعية يعني في ناس بتبقى فكرة إن كل سنة بتعملها زرعية لو كان الفم كله فاضي يعني ما فيهوش أسنان خالص لا ما فيهو فم كله فاضي أنا برضو على حسب الأماكن بتعطي العظم بتاعتي يعني ساعات هنا الجيوب الأنفية بتبقى عالية فبضطر أعمل بس أقف لحد قابل الجيوب الأنفية أو على حدودها في الفك العلوي عادة بنعمل ست الزراعية آه بصي برضو الحالة دي ده برضو البشمهندس ده هو والمدام جولي برضو من أمريكا جاي بالمنظر ده بسنانه ما فيهوش حاجة غير اللي فوق دول هو فبقه كله ما فيهوش سليم غير الثلاث أسنان الدمانية اللي وراء دول اشتغلوا فيهم مش عارف دكتور هندي ولا باكستاني اللي فوق عمله عصب ويعمل خراج ويعمل عصب ويعمل خراج السنان اللي تحت دول الثلاثة اللي موجودين دول ملاخلاخين خالص اللي عارف يأكل ولا عارف يضحك بص المنظر سنانه والالدحكة بتاعته ولا شكله الشكل بتاع أسنانه ما فيش شكل خالص وهو بيقابل ناس وعلى علاقة ناس هناك يعني بيقابل ناس وبيتكلم مع ناس واللي عارف يتكلم ولا عارف يأكل يعني فالدنيا بايزة خالص عنده فجالي عشان نعمل برضو زراعة أسنان شننا بقى شوية البواقي دول ما تبقاش غير الثلاث سنات اللي في الوش اللي انت حاك شايفاهم اللي هم بتوع السلام هم سلام بس محتاجين فينير غطأ كفر حماية وعشان برضو يبقى ماشي مع الشكل العموما عملنا ست زرعات فوق تلاتة من ناحية دي وتلاتة من ناحية دي وعملنا ست زرعات تحت في الفك السفلي بعد ما خلقنا كل الأسنان وركبنا ده الحالة دي بقى قال لي أنا مش أقدر أسافر أمريكا وأرجع تاني مش قابل تلات أربع سنين طب يا بشمانس احنا عايزين نركب قال لي عايز دي أعود معك قد إيه قلت له شهرين معه شهرين عشان أقدر أركب السابت قال لي هم سبع أسابيع وإن شاء الله أنا بقى هاكل كويس وأأخذ الأدوية بتاعتي والفيتامينز وي 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 وأعمل كل الإجراءات اللي هي تخلي العظمة تمسك بسرعة في الزرعات هو الحمد لله ما كانش عنده أي أمراض ولا أي حاجة فعلا خلال سبع أسابيع كنا بناخد المأسات ونركب الأسنان السابتة تحسي دكتنا شخص تاني أصلا خالص بص بعد ما ركبنا مشاكل ضحكة يعني بجد حلوة جيدة معي صورة الأشعة بتاعته قبل وبعد برضو لو جابوهن تشوفي بقى الجدوء يعني مثلا القديمة دي صورة الأشعة بالأسنان اللي هي المكسرة أو المفيش أسنان تقريبا يعني هم طربوشين كانوا فوق كده وتحت ثلاث سنات من الأخلاقين بص بعد ما زرعنا دي صورة الأشعة أدي سبع بص حيك سبع زرعات فوق وست زرعات تحت لهم اللي بتطول دول الزراعة كماعة دي حاجة يعني بجد صحة الجسم يا دكتور من صحة الأسنان آه وشغلها حلو يعني العين بيطلع مبسوط ما وصف لكيش قدي إيه بعد ما كان مثلا العارف يأكل والعارف يضحك والعارف يتكلم وبعد كده ولو هو كان عمل كذا تركيبة متحرك عشان يعوض صنانو دي عمل تركيبات متحركة يعني بيقول لي أنا كنت بكره نفسي بكره حياتي بالتركيبة المتحركة أنا حاسة يا دكتور حضرتك بتعيش مع كل حالة يعني المأساة بتاعتها وقديته بقى فرحان بعد ما بيخلصوا التركيبات وبيفرحانين بالشكل وبصحتهم طبعا سيداني أنا واخد منهم رفيوهات هو والمدام بتاعته برضو والمدام عملاء الأزراع وتركيباته وفنير وكده يعني الناس بيقول لك احنا كنا حاسين احنا عادين في بيتنا يعني ترجمة نانسي قنقر